السلام عليكم إلى أخبار يا رب تكلوا بخير فيديو جديد ومكاملين مع بعدي في نفس هذا البروجيكت وصلنا إلى اللي احنا عملنا هذا السلايدر وهي الكاتيجري بتاعتنا كلها بالجواسكريبت وكل حاجة زي الفل فطلنا حاجتين في الصفحة ديات أو ثلاث حاجات الحاجة الاولى ان احنا نعمل الفوتر اللي هو هذا ممكن نبدأ بالفيديو دوت والحاجة التانية اللي احنا لما ندوس على أدت كارت المنتج يتدفل الكارت زي كده هتلاقيه اضاف هنا كده هول الكارت ونفس الفكرة في دوت والحاجة التالثة ان احنا نعمل الصفحة دي بالنسبة للصفحة الاولى نخلص الحاجات دي وهنخش على بات الصفحات فأيالله بنا كده نبدأ اشتركوا لايك للفيديو او لا مشتركوا اشتركوا اشتركوا ويالله بنا هنزل تحت كده خالص وهبدأ ان انا اشتغل في الفوتر بتاعتي هعمل تاجل اسم الفوتر جوا ديف اخد كلاس كونتينر جوا الكنتينر دوت ديف تاني اخد كلاس جواها الامج اللي هتكون اخده كلاس اللوجو بس بتاع الفوتر حل وهتكون فيها الامج والويت لوجو طيب على كده نوسع عينا كده برحتنا بعد كده بورا جراف ممكن اكتب مثلا عشر في عشر كلمات فيه هيبقى بالشكل دوت بعد كده ديف هيكون اخد كلاس ايكون ايكون سيكون جواهة لينك جواهة لينك ايكون ايكون حلو هيكون جواهة وهيكون تحت الاتش فور دوت ديف اخد كلاس لينكس حلو؟ جواهة لينكس ديت هيكون عندي يعني تعال كده او اريك هنا في الفوتر في دي اللينكس في الايكون ديت اللي هي الساهم وفي الكلمات ديت فانا هعمل كده هضبت اللينك اهو وبعد كده اضيف في الايكون بالشكل دوت بعد الايكون هضيف فيه التكس بتاعي اللي هو دوت حلو؟ انا عندي اربع لينكات هنا هحطهم كده الكوبي هنا وهاجف الاتش فور هكتب العلمان بتاع الحتة ديت حلو؟ احنا عندنا كاميرو عندنا واحد اتنين تلاتة 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 بس وده البيجرو طيب يعني معنى كده انا حيز احط اتنين رو كمان اخد الاتنين دول كده كوبي وهنا وهنا ممكن اغير العنوان بس اشان خاطر يبانوا كل واحدة مختلفين العنوان بتاع التاني هيكون كده وي التالتة هيكون كده طيب ورده انا معاها كده كوبي هاخدها على طول كوبي من عندي وانت ممكن توقف الفيديو وتنقلها اهم 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 نفس الفكرة بس التيكس اللي جواه متغير نفس الهي فكرة هنا برضو اهمت الشكل دوه نبص عالشكل عندنا مرعب بس متجلقش انزبطها مع بعض تعال كده في السيس اس هنعمل هنا كده comment start footer حلو برضو comment هنا end footer طيب اول حاجة هقوله الفوتر ديت عايز ال background بتاعها هيكون ال color heading حلو عشان يبقى ياخد ال background اللي هي السودة ديت طيب بعد كده هقوله الفوتر ديت جواها جواها الكنتينر عايزة تاخد display flex عشان نجيب العناصر ديت جانب بعض وجستفى content is best between عشان نبعدهم عن بعض واخلي ال padding 40 pixel طيب احنا ممكن بس نخلي اللون دلوقتي اقوله ال background بتاع تلحاجات ديت هيكون cd 5 عشان بس نشوف التكست عملت زي طيب بعد كده محتاجة صغر اللوجو ده شوية اقوله والله الكنتينر ديت في هدف هنا نفتحه كده ال big row دوت حلو جوا ايه جوا كمان كلاس تاني اسمه logo فوتر عايز بس العرض بتاعه يكون 180 بيكسل فاي صغر مني يبقى بالشكل انا عايزه اللي هو دوت طيب عايز يبقى على كده شباب هقوله والله ال big row ديت فيها ال paragraph دوت تمام عايز الويتز بتاعه يكون 90% حلو وال color ويكون اللون دوت وال font size 14 بيكسل وال line واحد ونص وال margin 15 بيكسل من فوق من تحت ومن المنزيره هيبقى بالشكل دوت طيب طبعا هتلاقي اخد انا مكان زهير عشان دوله ايه زي ما انت شايف يعتبر نون مبارتعين كده فيها بس هنزبطهم كل حاجة دلوقتي طيب عايز برضو اعمل حاجة مهمة هقوله ال big row دوت تمام هنا فوق كده عايز يكون ااخد ويتز 30% من المكان كله ف برضو هتحس ان هو ايه مش ااخد المساحة بتاعتها بعد كده عايز اعمل ايه تاني عايز اخش على ال row تمام هقوله ال container ديت فيها دف اخد class row عايز الويتز بتاعه يكون 22% طيب دي كانت المساحة بتاعتها ودول كل واحد فيهم ااخد ال 22% بالضبط تعال كده هنحسب حين كده 22 و22 يعني اربعة واربعين و22 كمان يعني 66 صح كده وبقوله هنا 30% هيتبقى اربعة في المية هتبقى المسافة بين كل واحدة والتانية طبعا دي مسافة كويسة جدا ان احنا اصلا ال row دي هتكون فاضية ان احنا هنجيب اللينكات دي فوق بعض هواريك دلوقتي تغالبا هتلاقيك يعني نص الحاجات مش فاهمني بس تعال نظبط الاول الايكون ديت تمام هاجي هنا الكونتينور ديت اللي هي ال big row ناخد بقى من اول ال big row 40 بيكسل و ال height يكون 40 بيكسل و ال display و ال line item center و ال justify يكون content center تلاقي العنصر تسطب معك في النص طبعا نسه مدناش ال background لما تدلوا كده ال background اللي هي ال main color هتلاقيه بعين معك بالظبط هتلاقيه في نص المكان بالظبط طبعا بالوسطانة بيت و احنا هتكلمنا فيها كزا مرة في الفيديو دوت طيب ممكن ندي border radius كده خفيف ثلاثة بيكسل و نخليهم ال position يكون relative و ال top هيكون zero نصوري zero و ياخد كمان transition zero point three second طيب ليه انا اضطلوا ال position relative و بعد كده ال top zero عشان عايز احركه تمام اقول له كده لما تيجي تعمل hover هتخلي التوب سالب 5 بكسل فيطلع لفوق كده سنة لو اخذت بالك من ابيل الحتة ديت اللي علينا وشلت ال position relative وش يعمل معك hover ولا حاجه فال position relative بيتأكد ان هو ايه يعني ايه نازم معي كمانا اشان خاطر ايه تعمل سالب 5 بكسل لان تعمل hover يعني و يطلع لفوق طيب ايه تاني اللي ايه دوت تمام جواه منه الايكون عايز ال color بتاعها يكون ال white color كمان نكبرها شوية نخلي الفونتساز 20 بكسل بالشكل دوت زي الفونتساز 20 بكسل بالشكل دوت ايه تاني احنا ممكن نعمله يا شباب هنخش خلاص باعلى اللينكات التانية ديت فتعلى كده واحدة واحدة يالله بينه هقول له الرو دوت ماله جواه H4 عايز ال color يكون ال white color الفونتساز يكون 18 بكسل والمرجن bottom 20 بكسل حلو حلو الرو ديت جواه هدف اخد class linkis ال display هيكون felix تمام هم هيوا جنب بعض بس انا هقول له بقى felix direction هيكون كلهم فينزلوا كلهم ايه صف واحد بشكل دوت مثل full out وهيخلي الجاة بسبعة بكسل عشان يبعدهم عن بعض المسابة السبعة بكسل بين كل واحدة والتانية ال linkis جواه هاي ال color بتاعها هيكون نفس اللون بتاع ال paragraph وكمان ال font size هيكون 14 بكسل ال position هيكون relative وال lift هتكون zero وهتاخد transition برضه zero point three second نفس الفكرة هنا عشان هنخليها تتحرك ناحية ال main فاقول له والله لما تيجي تعمل hover على ال link قال lift ثمانية بكسل وال color هيكون main color بص كده ده انا عايزه طيب عايز اعمل حاجة تانية ال icon دي لزقه في ال paragraph دوت فانا عايز ايه اللي هو اخلي فيه مسافة بينها وكمان اغير لونها فهنا كده هقول له اللينك ده جوا ايكون ال color هيكون main color وال font size هصغرها المرة دي هخليها 14 بكسل وال margin right هيكون 5 بكسل حلو كده حلو جده طيب محتاج ايه تاني يا شباب تعال كده نرجع الخلفية بتاعتنا اللي هي فين راحت فين الفوتر هشيل ال background دي فتشتغل color هدي بالشكل دوت نفس دي بالضبط فاضل الجزية اللي تحت فتعالى يلا بينا نعملها هقفل هنا ال container دوت حلو؟ وهاجي تعتمينه هعمل دف اخد كلاس bottom وهو دف اخد كلاس جوا ال container دوت فيه بحلو؟ عايزين نعمل اللي هي العلمة ديت دي بكل سهولة بتعمل العلمة ديت اللي هي وكوبي هتزهر لك الايكون هيا بعد كده هنا هعمل اسبان هيكون مكتوب فيه كلمة بعد كده هحط الكلمة بتاعتي اللي هي ممكن ناخدها كده كبيرة على طول تعالى كده يا صديقي ونحطها هنا بشكل دوت تعالى البراغراف هنا نقول له هيكون في دف اخد كلاس buy mint image وهتكون في الامج بتاعتي بس زي الفل حد كده زي الفل تعالى هنا كده نبص بشكل دوت يا صديقي فاضل شوية تنسيقات كده خفيفة خالص فتعالى نعملها انزل كده تحت خالص هقول له الفوتر ديت فيها def اخد كلاس bottom footer اول حاجة عايز ال background تكون ايه ادقل شوية او اخف تعريب حلو؟ بعد كده ال bottom footer ديت فيها container احنا اصلا فوق هنا لو اخد بالك بدينها display felix justify content is based between كل اللي انا هعمله بس هقول له ال container ديت هكمل عليه هقول له هتاخد online item center عشان دول يجوا اصوات بعض بالشكل دوت بس و هغير البادنج هخلي البادنج من فوق من تحت 5 بيكسل و من minimum الشمال 0 فهيصغر المسافة اللي كانت فوق بعد كده ال bottom footer ديت فيها paragraph عايز ال color بتاعه يكون white color ال bottom footer ديت فيها دف دوت اخلي العرض بتاعه 250 بيكسل بيكسل بس بس ايه ال full كده ازاي ال full كده احنا خلصنا الموقع ك html و css وعملنا شغط حاجات بالجواسكريبت فقد البقى احنا نخش بقى على الشغل التقيل اللي هو ازاي ندفل منتجات للكارت و كمان اللي هو responsive بس طبعا قبل ما نقدر ندفل منتجات للكارت محتاجين نعمل الكارت نفسها اللي هي الجزئيه ديت دي ان شاء الله تتعمل في الفيديو اللي جاي لايك للفيديو و لو لسه مش تركتش تنزل اشترك اشوفك في الفيديو جاي صاريك